هل اليوم بعد ما العالم أخذ جرعات عديدة نحن فيه أكثر من 100 مليون جرعة وعطيت في العالم حوالي 140 140 مليون نعم المفروض أنه فيه صورة واضحة اليوم هل هناك هل يسبب اللقاح الوفاء هل يسبب أعراض جانبية شديدة أم أن الأمور تسير بإيجابية في هذا الجامع هذا الأمر هو تحت المجهر يعني وجميع الدول عليها أن تقوم بالإبلاق عن هذا الكلام ومنظمة الصحة العالمية أيضا من واجبها أن تعلن وحتى اليوم يعني لا يوجد أي مضاعفات خطيرة من هذه اللقاحات المضاعفات معظمها هي مضاعفات متوقعة غالبا ما تكون محصورة بموقع أخذ الجرعة تورم بسيط إحمرار أمر من هذا النوع في لقاح فايزر ممكن أن يصير في عنا تورم في الغدد اللنفاوية على نفس الجهة التي أخذ فيها اللقاح اليوم يعني حقيقة يجب أن يكون تركيزنا منصبا على كيفية محاربة هذه الأزمة هذا الفيروس بشكل كبير اليوم يجب أن نعتمد على أسس السلام العام والإقبال عن اللقاحات يعني نعتبر من الدول التي كانت محظوظة أنها استطاعت أن توفر اللقاح ونكون من أوائل الدول العالمية هنا ما نتحدث اليوم عن سبعين دولة فقط هناك دول عديدة لم يصلها اللقاح ومن المتوقع أن لا يصلها اللقاح من هون لسنة أو أكثر يمكن اللقاحات اليوم حسب ما مرت به من دراسات وحسب ما تم مراقبتها بعد إخراجها إلى الأسواق وهذا حقيقة مهم لأن الأرقام اليوم تفوقت كثيرا على الأرقام التي أجريت عليها الدراسات يعني لما كانت تجري الدراسات كنا نتحدث عن ثلاثين واربعين ألف اليوم تحدث عن ملايين يعني في دول اليوم بتقوم بتطعيم مليون وأكثر يوميا فهذه اللقاحات بهذه الأعداد وبهذا الانتشار عالميا بمختلف أنواعها يعني يجعلنا اليوم مطمئنين بشكل كبير حقيقة لهذه اللقاحات ليس فقط أنه يعني موضوع الوفاء يعني هذا غير متوقع على الإطلاق وحتى يعني أنا متفاجئ من حتى من الأعراض الجانبية كنا نتوقع أن تظهر أعراض جانبية أكثر من ذلك كنا نتوقع أن نسمع عن أعراض جانبية قد أكثر شدة يعني أكثر شدة لكن هذه الأعراض بسيطة لم يحدث هذا الكلام يعني حتى موضوع الحساسي الذي ظهر في بداية الأزمة وأثار يعني كثير من التكاهنات والتساؤلات يعني لما نطلع على لقاح مثل فايزر نتحدث عن أربعة من كل مليون احتاجوا إلى الدخول إلى المستشفيات هذا كلام هذا رقم يعني جدا ضئيل ولقاح ساين فان كانت نين من كل مليون فبالتالي لقاحات اليوم متشابهة من حيث المأمونية متشابهة جدا من حيث الفعالية من المتوقع أن تضعف فعاليتها مع الزمن هذا شيء أكيد الأرقام ستنزل كل ما حدث طفرات جديدة الطفرات اليوم في طور الحدوث يعني شاهدنا ما حدث اليوم في طفرة جنوب أفريقيا وكيف أثرت وبشكل جيد يعني على مفعول لقاح أسترزينيكا الحمد لله هذا الفيروس غير موجود عندنا وبالتالي تحصل أن أسترزينيكا غير فعالة على طفرة جنوب لا ما بنحكي غير فعالة فعاليته ضعيفة فعاليته قلت قلت لكن بالنسبة لنا في الأردن كون هذا الفيروس غير موجود عندنا اليوم ونحن الفيروس الموجود هو الفيروس في نسخة الأصلية أو المتحورة البريطانية والتي تم تجريبه عليها وظهر أن فعاليته تصل إلى حوالي 75% فبالتالي اليوم نحن محظوظين في الأردن أنه باستطاعتنا أن نسيطر على أزمتنا سريعا باستخدام اللقاحات الثلاثة المتوفرة لدينا فايزر اللقاح الصيني واللقاح أسترزينيكا إن شاء الله عند وصوله طيب واليوم ما في داعي إلى أي قلق أو إثارة قلق أو في موضوع أن هذا المطعوم قد يسببه فيه لسنا بحاجة إلى ذلك اليوم نحن بحاجة إلى التركيز على أمر مهم عندنا اليوم عملية التدرج في فتح القطاعات يجب أن نسيطر على البلد إنها تبقى مفتوحة من خلال الالتزام وأخذ اللقاحات أما أن نشتت حقيقة معركتنا باتجاه خبر هنا أو خبر هناك إشاعة هنا أو إشاعة هناك هذا سيضعف من تركيزنا في المعركة يعني لننظر إلى الدول اليوم هناك تسابق عالمي في الدول الطوابير اليوم كان حاكم مدينة نيويورك ولاية نيويورك يستغيث أنه عنده ملايين اللقاحات ويعجز عن إيصالها إلى المواطنين يعني هذه دولة مصنعة ولم تستطع أن توصل هذه اللقاحات إلى المواطنين فاليوم نحن الحمد لله بدأت العملية إيصال اللقاحات تنتظم بشكل مريح جدا نعم نشجع الجميع على الإقبال عليها بدون تردد يجتنا ملاحظات دكتور وأنا بحب أن نكون شفافين وواطحين في هذا ملف تحديدا لأنه هذا ملف مهم جدا وملف أمن وطني إن صح التعبير نعم وأنا اليوم جتنا ملاحظات حول الجرعة الثانية أن الجرعة الثانية لديها أعراض قد تكون أكثر من الجرعة الأولى وارد غير وارد وردة لكم نحن نحن يومين في الجرعة الثانية فهلس ممكن أرقام نشوار الجرعة الثانية من لقاح فايزر معروفة عالميا قد تتسبب ب درجات حرارة شعور بالتعب العام أو جعب المفاصل أكثر من الجرعة الأولى لكن حتى هذا الكلام يعني ما كان إلى درجة يعني بدنا نفكر في أمر نقطة مهمة دائما المثال الحي يعني فايزر الجرعة الثانية وسبب إرهاق وتعب في ال وارتفاع قد عند البعض لكن أنا بدي أرجع أذكر المثال الحي هو خير مثال يعني اليوم الولايات المتحدة من أقصاها إلى أقصاها بدأت وأكثر أعداد من الذين حصلوا على اللقاح كان من لقاح فايزر ولم يعني يؤدي إلى شيء يشعر يعني من خلال الإنسان بالتوتر أو القلق بالعكس هناك إقبال كبير على اللقاحات وعجز في إيصالها بالسرعة اللازمة يعني اللقاح الصيني أعراض جانبية لدى الجرعة الثانية أقل من فايزر لم نسمع أنه دائما وحتى المعلومات التي تم تقديمها حقيقة من وزارة الصحة كان هناك تم عرضها على الشاشات بشكل عام كانت الأعراض الجانبية من حيث ارتفاع درجات الحرارة وغيرها من الأعراض الموضعية أقل في اللقاح الصيني نفارم